اشتركوا في القناة وحضه على أن يقيم الوزن بالقسط وأن لا يخسر الميزان وأعظم أعمال البر ذي الإتقان وزن حروف القرآن فوزن حروف الذكر من أعظم البر ونصلي ونسلم على سيدنا محمد آية كل خير ووسيلة النجاة في كل سير سليل أطهر الأصلاب وجليل أشرف الأنجاب مطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب بلا ارتياب وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداه إلى يوم الحساب وبعد فإننا قد وصلنا بحمد الله وحسن معونته إلى الحديث عن قول الإمام أبي عمر نداني في تيسيره اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء في لفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره لموافقة الكتاب والسنة أو لموافقته الكتاب والسنة وبينا ما قد بينا في الحلقة السابقة ووصلنا إلى الحديث عن موافقة السنة في قوله لموافقته الكتاب والسنة فموافقته للسنة إذا نظرنا في جامع البيان للدان أيضا نجد أنه يقول بأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ الاستعاذة قبل القراءة لفظان الأول منهما من حديث نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه ولفظه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللفظ الثاني وهو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عن أبي سعيد الخدري وورد أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين واقتصر على هذين الحديثين وإن كانت الأحاديث في هذا كثيرة فقد وردت عن أبي هريرة وعن ابن مسعود وعن أبي سعيد الخدري وعن جبير بن مطعم وعن زيد بن ثابت وعن أبي بن كعب وعن سليمان بن سرد إلى آخره في أبواب متفرقة فيها ما هو قبل القراءة أي استفتاحاً وما هو في آداب دخول الخلاء وفيما هو فيه من من التعوذ بالله من الغضب وفيه من التعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر وفتنة الدجال إلى إلى آخره فمجموع الأحاديث التي وردت سواء الصحيح منها أو الضعيف وقد تعرضنا من قبل لمستواها من حيث الضعف والصحة فلا نطيل به الآن فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الظاهر أنه أخذ من بعض الأحاديث الضاهر أنه أخذ من بعض الأحاديث وأخذ أيضاً أداءاً من قول الله تعالى حينما علمنا أو بيّن لنا كيفية الاستعاذة في قوله تعالى قل أعوذ أو قل أعوذ برب الفلق فعلمنا كيفية الاستعاذة فقال قول أعوذ نعم وفي قوله تعالى قل أعوذ برب الناس وفي قوله تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وفي قوله تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية إلى آخره فهذه الألفاظ التي في القرآن تدل على أن اللفظ الذي يختار لنا أن نستعيذ به هو أن نمتثل طلب الاستعاذة الذي في قوله تعالى فاستعذ إذن هذا هو الامتثال أخذناه من الصياغ الوالدة في القرآن ولا أجمل من هذا ولا يضر أن نراوح بين ألفاظ الاستعاذة بين ألفاظ الاستعاذة كأن تزيد التنزيها لله تعالى كما قال الإمام الشاطبي وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا والعجيب أن الإمام الشاطبي قال في رأي بعضهم وليس عجبا عندنا حينما قال وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ثم قال وإن تزد فأورد على نفسه سؤالا نفيت الزيادة ثم حفزتنا إلى الزيادة على الأقل حفزتنا إلى الزيادة أصلا هو قال وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا لن تنسب إلى الجهل إن زدت التنزيها في لفظ الاستعاذة لأنه يليق بمقام الله أن تزيد في تنزيهه بلفظ يشير إلى عظمته وإلى آخره بالمكانة التي تجعلك تستجير به وتمنعك كأن تقول أعوذ بالله القوي فالقوة هنا مانعة فهو وصف مانع وصف مراد أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي فالقوة أصل في ماذا؟ في أن يمنعك الله من وسوسة الشيطان الشيطان أعوذ بالله استمعنا لأنه يسمع ويأعلم وسوسة الشيطان فهذه الألفاظ تدل على على ما يوافق المرادة من الاستعاذة لذلك قال الإمام الشاطبي وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهل فهذا السؤال الذي أورده الإمام الشاطبي على نفسه ما الجواب عنه؟ حيث قال حيث قال وقد ذكروا لفظ رسولي فلم يزد قلنا ولو صح لأنه صح ببعض الألفاظ الأخرى لو صح لأنه لا يمنع من الزيادة في صحته أيضا في أسانده أو طرق الصحة أيضا على صحته لا يمنع من الزيادة لأن هذه الزيادة مقبولة في هذا الباب ثم إن الاستعاذة ليست من القرآن ليست من القرآن بإجماع الأمة حكى ذلك ابن عطية قال أجمعت الأمة على أن الاستعاذة ليست من القرآن فليس لها حرمة الفاضي القرآن فإن تزد فلا بأس ولذلك قال الإمام فلست مجهل لم يمدحك وإنما بعد بينك وبين جهل احتياطا وهذا من احتياطاته رضي الله تعالى عنه إذن كنا نقول ماذا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهل قال فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبقي مجهل قال يعني لو صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم أو في ترك الزيادة لارتفع الإجمال لارتفع الإجمال في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أو حصاده على القراءتين بيّنت السنة المقدار المخرج والمقدار المخرج منه ولو بقيت الآية مطلقة هكذا لحتمل الإجمال أن يخرج على حسب هوى المخرج أن يخرج من القليل ويخرج من الكثير وأن يخرج أيضا القليل ويخرج الكثير على حسب هوى المخرج أو طاقته أو ما يريد فإذلك لما جاءت السنة رفعت هذا الإجمال إذن فنحن نقول بأن الآية التي في صورة النحل إنما هي نص في الأمر كما قلنا نص في الأمر بالاستعاذة مجملة بالنسبة لللفظ الذي يقع به الاستعاذة أو تقع به الاستعاذة كما تشاءون وهذا اللفظ الذي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو أدنى الكمال هو أدنى الكمال في الخروج عن عهدة الأمر بالاستعاذة فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا أدنى ما يمكن أن تستعاذ به لكنك إذا زدت فلست منسوبا إلى الجهل فهذه الزياتة كما سمعتم والأحسن أن يراوح في غير القراءة بين ألفاظ الاستعاذة وفي القراءة أن يختار اللفظ الذي اختير عند الأئمة وأن لا يمنع من المراوحة بين الألفاظ الأخرى لماذا؟ لاحتمال أن يترك شيئا قد صح نقله احتياطا يراوح بين الألفاظ أليس كذلك؟ إذن هو في غير القراءة القرآن يراوح لا إشكال في هذا جميل في القراءة يختار ما اختاره أهل الأداء ولا بأس أن يراوح لا يمنع من المراوحة بين الفاظ الاستعاذة فهمنا هذا إذن ماذا قال الإمام الشاطبي؟ إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا قال يسرا فليسر هنا له معنايا إما أنه أيسر الألفاظ التي تقع بها الاستعاذة وإنما سيأتينا في مسألة حكمه اليسر في أنه مندوب ليس بواجب أنه على الندبي والاستحباب لا على الفرض والحتم كما سيأتينا من بعد إذن ماذا قال الإمام الشاطبي؟ يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبقي مجملا نعم نحن ذكرنا من صور استعمالها وكنت وعدتكم بأننا سنتحدث عن صوره لاستعمال وصور الاستعمال بين بين ماذا؟ وماذا؟ بين الذكر لاستعاذة قبل القراءة أو بعدها ومن راجح في ذلك؟ إذن ترجح عندنا أن نستعيذ قبل القراءة ونصوص الأئمة تعطي ذلك معظم نصوص الأئمة تعين أنها قبل القراءة ثم الأداء أيضا الأداء أيضا الذي نقل لنا إنما هو قبل القراءة أليس كذلك؟ جميل تبقى لنا مسألة من صور استعمالها الجار أو الإسرار الجار أو الإسرار هل نجهر بالاستعاذة أم نخفيها؟ والإخفاء هذا بين مرتبتين بين الإسرار والكتم بين الإسرار والكتم إذن أول ما يطالعون في هذا أن القوم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقسان قسم يرون الجهر بها وقسم يرون إخفاءها وقسم لم يأتي عنهم شيء في ذلك لم يأتي عنهم نص الله لا بجهر ولا ولا بإسرار لا بجهر ولا بإسرار نحن نبدأ بالجهر يم بالإسرار كما تشاءون بالجهر يم بالإسرار نعم نبدأ بالجهر لا بأس على طلبكم روي الجهر عن من؟ عن أبي عمر عن أبي عمر أداء لا نصا اعقلوا هذه الأشياء واضبطوها أداء لا نصا من الذي رواه؟ رواه القصباني عن محمد بن غالب عن شجاع عن أبي عمر القصباني عن محمد بن غالب عن شجاع الذي هو أبو نصر البلخي الخراساني عن عن من؟ عن أبي عمر شجاع هذا تعرفون هو أبو نصر من أعظم الرواة ومن جلة الرواة ومن الذين عارضوا القراءة وسمعوا قراءة أبي عمر فأنا أقول لكم هذا السمع قراءة أبي عمر هو ممن سمع أو هو الذي جاءنا في كتب الأثر أنه سمع قراءة قراءة من؟ قراءة أبي عمر رواية شجاع هذا هي مأخذ من رواية أبي عمر البصري في جامع البيان فلتعلموا هذا تركت روايته الآن لأن أبا عمر في جامع البيان كما تعلمون أخذ قراءة أبي عمر البصري من روايتين من رواية يحيى اليزيدي يحيى بن المبارك اليزيدي يا أدى تعرفونه وأيضا من رواية شجاع من رواية شجاع ورواية شجاع هذا أيضا أخذ بها من طريق ابن غالب محمد بن غالب هذا في غاية الاختصار أيضا وذكره في باب الإضغام الكبير استشهد به ابن غلبون في التذكرة لا نريد الآن الحديث عن هذه الأشياء هذا شجاع ابن أبي نصر البلخي قلنا عارض القراءة مرارا على أبي عمر وسمع منه القراءة كما ذكر أبو عبيد القاسي بن سلام وفي جامع البيان أخذ الحافظ أبو عمر الداني قراءة أبي عمر قلنا من رواية يحيى اليزيدي ومن رواية شجاع الذي هو ابن أبي نصر البلخي ولد سنة عشرين ومئة وتوفي سنة تسعين ومئة وأخذها من طريق تحديثي ومن طريق العرض أيضا من طريق العرض فأخذها من طريق التحديث عن الخاقاني قال حدثنا الخاقاني عن أحمد ابن ابن محمد وهو أبو بكر المكي قال حدثنا علي ابن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد القاسب ابن سلام قال حدثنا شجاع هذا طريق تحديثي في جامع البيان وعرض القراءة عن من عن فارس ابن أحمد عن أبي الفتح عن أبي الفتح من طرق منها طريق القصباني عن محمد ابن غالب عن شجاع عن أبي عن أبي عمر فعرفوا هذه الأشياء يعرفوا هذه الأشياء رأيتنا الصل لأبي بكر ابن مجاهد يقول لا نعلم أحدا يقول قرأت على أبي عمري إلا شجاع وقد هول في هذا لأنه صحت رواية بالقراءة والعرض عن أبي عمر لليزيدي والابن النصر أيضا وسيأتينا من ذلك أروي لكم طرفة هذا يحيي اليزيدي يحيي ابن المبارك اليزيدي الذي قرأ على على أبي عمر اسم أبيه المبارك أليس كذلك هو يحيي ابن المبارك المبارك هذا هو من أصحاب أبي عمر من أصحاب أبي عمر وأخي اللائه وخرج المبارك هذا أبو يحيى أبو اليزيدي خرج إلى الحج فخرج أبو عمر البصري يودعه قال وكنت في من ودع والدي كنت مع والدي ودعه هذا يحيى يحكي قال فأوصى والدي أبا عمر به أوصاه به قال علمه وإلى آخره فما رآني منذ فارقت والدي أهرب هذه الأشياء ما زالت كما هي عند الأئمة قال فما رآني منذ فارقنا والدنا إلى الحج فلما رجع والدي خرج الإمام وأبو عمر يستقبل والدي وكنت في من استقبل الوالد فلما رآه قال ما رضاك يا أبو عمر عن أن يحيى قال ما رأيته مذ فارقتنا ما رأيته مذ فارقتنا فأقسم المبارك هذا أبو يحيى قال ألا يدخل البيت حتى يعرض يحيى القرآن كاملا على أبي عمر واقفا على رجليه ولا يقعد قال فأقسم وأظن أن قال أقسم بالطلاق قال لا يدخل البيت حتى يقرأ يحيى القرآن كاملا واقفا على رجليه غير جالس غير قاعد انتبهوا لهذه الأشياء قال فقعد أو جلس أبو عمر ووقفت أقرأ عليه من أول القرآن وما جلست حتى ختمت عليه القرآن ثم دخل والدي البيت رأيتم همم الناس هذا أيضا يرد على على هذا التهويل الذي أورده ابن المجاهد بأنه لا نعلم أحدا يقول قرأت على على أبي عمر إلا شجاع إذن فتبين من هذه القصة أن يحيى اليزيد عرض القرآن كاملا وواقفا على أبي عمر أليس كذلك ذكر الداني أيضا تحديثا عن الخاقاني عن أبي بكر أحمد بن محمد المكي عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم عن شجاع أنه قال بأنه قرأ القرآن عليه مرات وسمع منه القراءة هذه ربما اختص بها شجاع ربما اختص بها شجاع ولعل هذا النص حمل ابن مجاهد على أن يقول ما قال لأن أعلى مراتب التحمل أن تسمع من الشيخ وأن يسمع منك فهذا السند الذي يذكره أبو عمر الداني عن شيخه الخاقاني عن من؟ عن أحمد بن محمد المكي أبو بكر أو أبي بكر عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن شجاع أنه قال ماذا؟ أنه سمع القراءة من أبي عمر هذا موطنه الشاهد عندنا هذا عين الشاهد سمع القراءة وما أظن أحدا سمع القراءة فيما أعلم إلا شجاع ولعل هذا النص هو الذي حمل ابن مجاهد على أن يقول فيه ما قال لا نعلم أحدا قرأ يقول قرأته لأنه سمع وقرأ إذن قال ماذا؟ قال أبو عبيد سمع القراءة من أبي عمر وقرأ عليه أو عرض عليه القرآن مرات وهو صدوق مأمون هذا تعليق من؟ تعليق أبي عبيد تعليق أبي عبيد وشجاع تعرفونه ذكر عند الإمام أحمد بن حنبل فقال بخ وَأَنَ مِثْلُهُ الْيَوْمُ قال وَأَنَ مِثْلُهُ الْيَوْمُ أَنَ مِثْلُهُ شُجاع لا نريد أن نطيل بهذا نرجع إلى مسألة الجهر قلنا الذي روى الجهر أداءاً لا نصاً من؟ جاء عن القصباني عن محمد بن غالب وذكرت لكم بأن رواية محمد بن غالب عن شجاعه التي أخذ منها الداني في جامعه رواية شجاع وأيضاً أخذ منها في غاية الاختصار من طريق محمد بن غالب أخذ رواية الشجاع من طريق محمد بن غالب إذن روى القصباني عن محمد بن غالب عن شجاع عن أبي عمر أنه إذا آثر إذا آثر ماذا؟ إذا آثر الإدغام أخفى ميمة الرجيم عند باء بسم الله وهذا يقتضي الجهر بها أليس كذلك؟ يقتضي الجهر بها ولا يهولنكم الأمر فشجاع هذا من أصحاب مثل هذا الإدغام من أصحاب مثل هذا الإدغام هو وعبد الوارث هو من الرواة الذين عرضوا القراءة على أبي عمر وإن كان ليس من طرقي الجامع عبد الوارث ليس من طرقي الجامع وإنما ذكره أداني أيضا وذكره أيضا ابن غالبون الولد في تذكيرته في باب الإدغام الكبير هو شجاع كما ذكرت لكم ها؟ هما من أصحاب هذا الإدغام كمثل لا ريب فيه لآخره الرجيم باسمه لآخره معروفان به بهذا النوع من من الإدغام وروايتهما من أحسن الروايات من أحسن الروايات ونشكر الله تعالى إذ بقيت في جامع البيان في غاية الاختصار وفي غيرها من المصادر التي التي ذكرت مثل هذه الروايات إذن قلنا إذا آثر الإدغام فإنه يخفي ميم الرجيم عند باء بسم الله وكذلك رواه أبو حمدون عن اليزيد عن أبي عن أبي عمر فهذا هو ماذا؟ هذا الجهر هذا الجهر طيب أما الذين يخفون القسم الثاني الذين يخفون فهم أيضا على ثلاثة أقسام على ثلاثة أقسام قسم يخفي في جملة القرآن في افتتاح الحمد وفي سائر القرآن وقسم يخفي في سائر القرآن ويجهر في أول الحمد وقسمين يخير في ذلك قسمين يخير في ذلك أما القسم الذي هي يخفي في في جملة القرآن في جملة القرآن روي عن من؟ روي عن نافع وعن حمزة روي عن نافعين وحمزة ونأخذه نحن من قول الإمام الشاطبي وإخفاؤه فصل أباه أباه وعاتنا خلافا لبعض المتأخرين خلافا لبعض المتأخرين جميل وقد صرحت لكم به في العاصمية فصلا رواه من وعا عن نافعين وحمزتين ومن سعى جميل فصرح بما طوي هناك بما اختلف فيه فلتكونوا من هذا على بينا إذن من الذي روى إخفاءها في سائر القرآن في الافتتاح وغيره نافع من روايتي المسيبي من طريق خلف وأبي حمدون وأيضا رواه أو ذكره الأهوازي من طريق يونس ابن عبد الأعلى وأيضا من طريق إبراهيم ابن زربي عن سليم عن حمزة فهؤلاء يفعلون ماذا يخفون الاستعاذة في أول الحمد وفي سائر القرآن أما الذين يخفون في سائر القرآن ويجهرون في أول الحمد روى ذلك الحلواني عن من؟ عن خلف عن سليم روى هذا الحلواني بأسانده بإذن الله الحلواني عن خلف عن سليم جميل أما الذين يخيرون في هذا من هم؟ أيضا الحلواني لكن عن خلاد وهل تدخل الفاتحة في التخيير أم لا؟ وعند بعض النبه والحذاق أنها لا تدخل حملا لروايته عن خلف لأن الراوية واحد وهو من؟ هو الحلواني فروى عن خلف ماذا؟ الإخفاء في سائر القرآن والجهر في أول الافتتاح وروى عن خلاد التخيير والفاتحة لا تدخل في التخيير حملا لروايته عن خلف أليس كذلك؟ جميل ما الذي بقي لنا في مثل هذا؟ الباقون لا نص لهم لا بجهر ولا بإخفاء والإخفاء يتفرع منه أمران منهم من يقول بالإسرار ومنهم من يقول بالكتم منهم من يقول بالإسرار ومنهم من يقول بالكتم فيذلك لما سئل ابن المسيبي ابن المسيبي عن استعاذة أهل المدينة أكانوا يجهرون بها أم يخفون؟ قال ما كنا نجهر ولا ولا نخفي ما كنا نستعيذ البتة أليس كذلك؟ لكن أباه روى روى الإخفاء والذي يقابل الجهر هو الإسرار أليس كذلك؟ لا الكتم لا الكتم علة الذين يخفون علة الذين يخفون ما هي؟ قالوا لما أجمعت الأمة على أن التعوذ والاستعاذة ليست من القرآن خافوا أو أن يختلط ما ليس بقرآن بالقرآن فأخفوه لأجل هذا حتى لا يختلط ما هو قرآن بما ليس بقرآن طيف وما علة الذين يجهرون؟ قالوا لما أمن اللبس وعرف الناس أن الاستعاذة ليست من القرآن أمن لبس الاختلاط فجاهرنا بها ثم إن الجهر بالاستعاذة هو إظهار لشعار القراءة إظهار لشعار القراءة كالتلبية بالنسبة لصاحب النسك وكالتكبير بالنسبة لصلاة العيد وهكذا وقول الإمام الشاطبي وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا وكم من فتن كالمهدوي فيه أعمل فأين رواية الإخفاء الجهر عندنا ذاع عندنا في المذهب كما قال كما قال ابن بري ها والجهر نعم ذاع عندنا في المذهب به والإخفاء روا المسيبي مذهب ماذا يقصد أهلا قراءة نافع قراءة نافع يعني الإخفاء رواه المسيبي لكن العمل الآن عند قراءة نافع على ماذا على الجهر بها فأين الإخفاء وقد رواه وذكره صاحبكم هذا المهدوي أحمد بن عمار المهدوي في هدايته وفي شرح الهداية وذكره الجعبري أيضا ورواه أيضا من طريق المصباح كما قال هو روايتنا قال من طريق المصباح هذا الجعبري ينص على هذا حتى يرفع الإهمال لا بد أن يذكره وإن لم يبقى في الأداء إن لم يبقى في الأداء ورب شيء هكذا يروى ثم يسقط العمل به ورب شيء هكذا يروى ثم يسقط العمل به لأنه قد روي الإخفاء وأدي ثم ترك العمل به وستأتين بقية الحديث عن هذا بإذن الله فإلى حلقة أو إلى مجلس آخر بإذن الله تعالى